واللي هو كان حات في السجون بتاعه هو سايبها اني ساوى الاطفال اجتماع القائمات لم تكن اعتباطية بكل سيد العمد لا تتذكر اكثر اكثر واحد ظر هو تتذكر قلت لك اراه فما خبراء عسكريني ينظروا وقلت لك هذي مش نتقر اسمي هذي مهرش تتذكرها او لا توداروا عليه توسيانان وغيرة وولت محاجات معناها حتى من الصحافة الفرنسية مباشرة يقول له انتي تكذب انا انا كنت معاك وما شوفتش وين المقر قادر حكيتو عليه وصورته هنا قتلك جابة الريبورتاج متاع فوكس نيوز اللي كنت موجودة مع الفرقة اللي مشيت من جيش الاحتلال اللي مستشفى غزة في الريبورتاج قالت يكذبوا نغيما اي فوكس نيوز قالت يكذبوا ملينا شايت انا قتلك مهرج ليس المهنة اللي نعرفها شمعناها بضبط وقت يجي نطق رسمي بشي يتكلم لابد ان يقدم معناها انجازاته ويعد يكون موثقة وارقام ووثق سينان شا قالت سينان قالت راو ورانا نفق متاع على سانسير وقال هاو نفق يعني هم تاوش عملوا في بالك دمروه لا فجروه بش معاك خليه حتى تراس بش يقولوا يعني يفسخوا الكذبا هي لكن اكثر واحد ضرهم وضار بالكيش لانا قلت ثم خبر عسكرين يراقبوا كلامه مش متاع جيش كلامه مش متاع انسان مالك ملفاته ويعرف ما يحدث على الميدان هو في حرج كبير وكل مرة يكذب يسيد يغرق اكثر كذب فاك القائمة متاع اللي يفاها ثلاثة والاربعاء وضحكها العالم وكل اصبحها وضحكها واليوم هاو نقول لك حاجو القانوات انتحهم يحملوا المسؤولية للجيش الاسرائيلي الغاصم على الهزالة والمسخرة اللي عملها فيما يخص تقديم معناها الحرب نيويورك تايمز دوة في خبر عجل تقول عن مسؤول عسكري امريكي ونحبك تفسلي شمعنها سيد العميد تقول تسعين بالمية من قنابل اسرائيل على غزة موجهة بالاقمار الصناعية وبعضها يزن الفين ارطل شمعنها تسعين بالمية من قنابل على غزة موجهة بالاقمار الصناعية هاو كيفاش هو الساق بكل شي هي موجهة باللايزر واللايزر فيش يخدمت هو الليزر على مكان معين لكن المكان فيش يلقاه يلقاه بالجي بي اس كل اقمار سبعة اقمار صناعية هي تعطيك المكان اللي بيشترمي عليه بدقة متناهية يعني الطائرة اللي بيشترمي الاحداثيات اللي بيش يختارها واللي هي بعد بيش يحطها في الكمبيوتر انتاعه ويرمي القنبلة القنبلة بيش تمشي لك الاحداثيات هذيك بالضبط معناها في بلوزو موات تاثا مترو يعني الخطاع الخطاع بش كو تاثا امتار يعني قلت لك اهنا ايش بيدخلها من شباك هو سواء يكون عنده فريق على الميدان اللي يوجه بالليزر المحمول اذاك كنت عنده عمالة زوسترق اما سبوت لازير اما هو يوجه لايزر الى مكان معين وتولي القنبلة تمشي لين ثم النقطة اللي حط عليه ما عنده مش عمالة لوطة شي يعمل يولي يرمي بالاقمار الصناعية يعني بيستعمال الجي بي اس وجي بي اس را مش مترحنا اللي في السيارة للا لذا جي بي اس قد لك بلوزو موات تاثا مترو يعني راه القنبلة تمشي بالضبط للمكان اللي حطها مش تصل يظل لي امور واضحة احكينا على الاسرة وشوفنا الفيديو سيخته اليوم فيديو تعديد في الجزيرة في تسليم الاسرة انت حكيت عليها سيلا سمعنا حكاية اخرى احمد من قبل الاسرة الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في سجون الاحتلال هما هما يعني اعطينا الفرق في التعامل وفي هذا كما كان يقول سيد العميد هذا من ضمن الفضح للصورة الفضح لللي صار الفضح للبشاعة الكيان المحتل هذا هو كيان بشع والبشاعة راو تتخبى وراو تخرج معنا في وقت الحروب ووقت المشاكل ووقت الازمات راو كل شي احنا اليوم عنا شادة من اسراء جعابيس للجزيرة تقول فيه ان احنا تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال انساء تعرضوا واطفال تعرضوا الى العنف والضرب والتنكيل علاش وقت اللي نحن اول ما صار برعاية وقتها قطرية امريكية اول ما خرجوا اكل مرأة الكبيرة اللي خرجت معناتها الاسرائيلية قالت خرجها وتسلم على جيش المقاومة تسلم عليهم كياني معنا تحب توضع فيهم كياني معنا يش تخرج كياني معنا يش تخرج على اسرائيل معنا الكيل المحتل معنا وخرجت للعالم وقتها وعملت ضجة كبيرة قالت راو تم معاملتنا معاملة جيدة كنا ناكلوا وتلهوا بينا ودواونا وذلك اللي صار ما قلب الدنيا زادا قلب الدنيا وصار ما صار عليه اليوم ولا يمنعوا كل معتها احتفالات لا لا حتى هما معتها بالنسبة للأسرائي متاحهم يمنعوا فيهم شي تكلموا في جرائد وفي التنفز وفي كل يقولوا ما تكلموش لانو كلمهم بش يبين الفارق بين المعاملة اللي عاملوا فيها الفلسطينيين للأسرة والمعاملة اللي عاملوا فيها الإسرائيليين اللي هي معاملة غير إنسانية لأنهم الناس ما هو مش إنسانيين واليوم كما قال سيد العميد شكون اللي عامل في الناس معاملة الحيوانات وشكون اللي لاه الناس سؤال واضح بالتصويرة وبالتصريحات وبكل شي سيد أحمد في أحد الشهادات تع السجينات واحدة منهم صرحت اللي كانوا في السيدوني اللي حلا فهما خمسة وانسة في أحد التصريحات في أحد الشهادات في الحبس نفس الحبس فهما خمسة وانسة ولذلك نداء لوزارة الخارجية عن طريق صليب الأحمر الدولي تتأكد من المعلومة هذه خلنا عرفوه مش كون الخمسة وانسة إذا موجودين بالحق ولا لا وإذا موجودين خلي أحنا نتعاملوا مع الموضوع هذا سيد العميد رئيس الأركان في الجيش الاحتلال يقول خلقنا الظروف للإفراج عن الأطفال والأمهات وسنعود للقتال لتحرير المختطفين وتفكيك حمس من جهتها الخارجية القطرية تقول نأملوا تمديد الهدنة بين حمس وإسرائيل اليوم الثلث نهار غدوة نهار الأخير في الهدنة أما بعد أما بعد إسرائيل في مأزق غريب لو انسحبت وطولت الهدنة سيكون انهزام وانكسار وربما كما قال الجنرال ياكوف ليف هو صدمة جتهم من أكبر محلل على القانوات الفرنسية اللي هو الجنرال ياكوف ليف اللي هو قد عام يعني يحلل في حرب الأوكرانية الروسية وكان اللي قاله كله صحيح قال كلام خطير وخطير جدا ربما فيقر قال راهو انهزام الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون له تداعيات انهيار الدولة الصيونية بأكملها قال لو كان يعني شو المشكلة لو كان ينسحبوا توا وهم يحبوا ينسحبوا وراء خاطر الخسائر رأي بيش تبدأ توا الخسائر حقيقية قلت لأنهم ترجلوا بيش ياخذوا الخذاة والأماكن ولا يعني ودخلوا بعض مديار لكن هدايا بيش يتحطموا إذن بيش يعودوا عليش بيش يحب يعمل توا بيش يحب يعمل أي انتصار معنوي صغير يعني أي شي يعني يشدوا يقبضوا على بعض من المقاومين يعملوا أي إلى حد الآن ما أروا ما عملوا مثلا ما حد شي لا نتائج عسكريا لا نتائج كل ما عملوه أبادوا 15 ألف مدني وهذا يرجع لهم على وجوههم وكل إذن عسكريا ما عملوا حد شي 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 يعني بيش ينسحب توا كارثة لابد أن يعود القتال يعود يرمي ليش هما ديما يرميوا الكرة عند غيرهم خاطر نشوفوا توا وولد ستريت جورنل مثلا تقول المفاوضون يأملون تمديد الهدنة بغزة بأربع أيام ويحكيوا على إطلاق صراح أربعين إلى خمسين رهينة جديدة نجميكون على أساس راو المفاوضين هما الجمهور الإسرائيلي إيش يقول يقول رانا إحنا الضغط اللي عمناه هو لي أشبه راح أميس على يعني قابول الهدنة وقابول هو العكس هو من أول هار أبو عبيدة قال لهم راو إحنا جاهزين وهاي الشروط راو الشرط متاعنا تميضوا سجوكم إذن الكذب ولا مفضوح لكن قوته كذي الاستهلاك الداخلي ومعنى مرة أخرى يدل على التخبط وعلى معناها الفلاس هل يمكن تميديد الهدنة أنا لا أتصور أنا لا أتصور إلا في حالة واحدة يستيقظ النائمون عن أجمع نقدي اللي هما فلتوا الفرصة متوى باش يسير المحرج مع شعوب لأنه كانوا معناها كانوا يتصوروا لدخول الجيش الإسرائيلي باش يقضي على نهائيا على المقامة الفلسطينية في غزة صار العكس هما الآن أمام فرصة تاريخية لالتقاط اللحظة والانضمام لشعوبهم لأنه كان يعمل ضغط توهد دول المطبعة مش تكون هدنة مش تكون انسحاب أنا أعطب معز واشنطن بوست تقول عن مسؤول أمريكي نتنياهو يهتم بالاعتبارات السياسية نحتاج نحتاج إذا مسؤول أمريكي يقول إلى شخص يتخذ قرارات صريحة قلت أنت بكري عليش عطيتك الكلمة قلت شرخ في وسط الاتحاد الأوروبي هل هو بداية شرخ في العلاقات فيما يخص الظروف في غزة أو المحاولة الإبادة في غزة والاعتداءات وغيره اليوم مسؤول أمريكي سيمي يقول السيد هذا نتنياهو قاعد يخدم في روحه سياسيا نحتاج إلى شخص يتخذ قرارات صحيحة هو أكيد بدنا نشوفه فيه حتى في الكنفرانس معناها حتى اللي يسلموا على بعضهم فما كريز حتى في قبول الاتفاقية معناها تبادل الأسرة كيف كيف شفنا الكريز معناها كبيرة برشة هنا هو لاحظوا ديما رأيدي السياسة الأمريكية كيشوف واحد بداية تعزل ومعاتش عنده وزن ولا يخمم في مصالحه ولا في مستقبله سياسي أكثر من المصالح اللي اللي تخصهم على خاطر دوك أنا أعتبر اللي هو توا ولا قراءة وشوفنا مش هو برك برشة ناس مش في والسطري جيرونال برشة ناس ولا يعتبروا يعتبروا اللي نتنيه ولا حمل ثقيل يزمنا نتخلصوا منه هذا ولا أعتبر سمحني أعتبر اللي بشيقع تمديد الهدنة بعض الأيام على خاطر يوميا ما بايدن يقعد يتكلم هو أمير قطر واللي فما محاولة حثيثة لتمديد الهدنة هذية على خاطر معايا يعرفوا اللي الحاجة لكونسيكونس لكونسيكونس ولا معناها معناها جاوزت اللي النجم ويحتملوه اقتصادين مالين والتواب بشتبدأ تضرب لكونسيكونس تبدأ تضرب مم مباشرة إذيك عليش نمشي المراد حطاب ببدأت تثقل الفاتورة على البيت المتحدة الأمريكية وكذلك على الكيين المحتل ولا لا مراد أكيد هيا الفاتورة ثقيلة وما هي الفاتورة مبدأة اللينير معنا الفاتورة تقريبا تمشي بشكل تساعدي فما تقريب المسألة حسب التقديرات الأولانية الميزانية لكل المرسودة للمجهود هذه متع الاعتداء اللي صار على غزة هو 50 مليار دولار ولكن كل شهر ثم تقريب 7-6 مليار دولار به الاقتصاد متع الكيين المحتل سكي نجمي تاوق ما يتوقش هذه مسألة مبدئينة الوقت ما زال ما يسمحش بش نجمون ونحكموا عليها على خطر الريزيليونس متع الاقتصاد هذك معروفة معتها هي ايكونومي ريزيليونس معتها اقتصاد متماسك ما فيش نساب تدخم كبيرة ما فيش عجز كبير في الميزانية بالنسبة لدول شرق لاوسط على قلب المقارنة تهبت كل شهر تقريب في تقرير على الوضع في الظفة وفي غزة كيف كيف الخسير تقريب مبدئيا وصلت 1.7 مليار دولار في المنطقة ذيكرة وعندها وزنة تقريب معناها 96% من البوبيوليسيون كيف كيف في فلسطين معناها اليوم ما عادت عندها هات شي تقريب 96% اللي هي وضعية انسانية تتطلب تدخل عاجل من العالم الكل لو كان وما زال الاحتيث معناتها من عرش اللي موجودين همو بيدو متضاربين ثم تروها سيناريو معتها انسيناريو با انسيناريو معتها اكسترام 3 السيناريو هات متاعش نوع 3 السيناريو هات متاع الفترة اللي بيش تواصل فيها الحرب ومتاع الخسائر ومتاع لان اكاسات متاعها على المواد الاولية لانو تتو بنوك العمال والمؤسسات الحال باش دل المستثمرين على استوكاج على كذلك لانو المنطقة دي كمنطقة حيوية للعالم من الانعكاسات اليوم بالحق معتها الفهمها ووضعها ووضعها استراتيجي صحيح ثم ريزاناليز قاعدة تاقع من جي بي مورغان من مؤسسات اللي هي بيدها تتحكم في الاقتصاد الامريكي ومن يهمها مصلحة المستثمر الامريكي ومصلحة الناس الكل قبل ما يهمها مصلحة الفلسطينيين ولكن حتى الاسكوا وحتى اليوم بداية تحكي على كارثة انسانية ما زالوا ما حكيها حتى حتى لقعت العمار في المنطقة غديكة لان هي بيدها تستحق المنطقة تقريبا من مفرغ منه ان تتعاود تتخدم كيفاش بشتتخدم ووقتاش بشتتخدم ده كل مسألة استراتيجيا حق معقدة برش معقدة برش احمد الله هو هذا زادة من زاوية اخرى سماحة اليوم الحرب اللي صارت بين حماس نقول بين حماس والكيان المحتل بيانت انه وهم الجيش الاسرائيلي الذي يقهر تبددت وتغير العالم العالم تغير الجيش اللي هذا ينظروله كارابع جيش في العالم والمعدات والامكانيات والفلوس واللي تحب عليه كل جاي القروح معناها قدام حركة حماس والمقاومة قاومة حماس وكتاب عزين قصام هو جيش يكل في العصاء كثير من الليز الجيش هذا اللي الخبراء كانوا ينظروله حتى الخبراء العسكريين يصلحني سيد العميد تحبوا لا تكتب الارقام هو جيش معناها كان في العتاد كان في الامكانيات البشرية كان في الفلوس كان في تغيرت النظرة واذا سمعت وانا من عدد خبراء عسكريين قلك غيرنا نظرتنا قارك جيش لا يقهر غيرنا جيش لا يقهر قهراء وصار فيه لمصار فعندما نتحدث على هدنة الهدنة بيش تولي ما عادش معناتها هدنة انتع قوي لضعيف اليوم هم بش يحسبوا وهم مش وحدهم بش يحسبوا الكيان المحتل بش يحسب وبش يحسب معها برشة دول لانو امريكا ومن حل محلها ناس تحكمهم مصالح الحروب تقام في العالم من اجل مصالح ومصالح اكثرية مصالح اقتصادية اكثر منها اشياء اخرى كل حرب موجودة وفم حديث اليوم على حتى انو بايدن تكلم عنده مدة على القطار القطار السكة الحديقة مش يتعدى معناها بش يربط بين القارتين وبش يسكر على قناة سويس اليوم ولينا زيادة خم ومشيرها هذيكا لانو في وقت ما مصر متضرة يا برشم اللي كان ينجي ميسير واليوم معناتها ربما مصر يخزرولها بنظرة اخرى مصر اليوم العالم يلوم عليها لانها مراه هاش سندة القضية فلسطينية لكن كان نتبعوا شوية ونسمعوا الكلام اللي يقولوا فيه خبراءهم ربما نغير النظرة شوية لانو مصر متضرة من اسرائيل والاحواز الدول الاحواز كلها متضرة من اسرائيل كان جايوا يحسبوا بالصحيح لازمهم يقفوا جنبا الى جنبا مع القضية الفلسطينية بشي منعوا الويحهم قبل ما يمنعوا الفلسطينيين ثم أمور ربما ما فسرت هاش كما ينبغي غنحب سدى المستمعين يفهموا وين الكارفة الجيش هذايا من عام اثمائة وربعين التبع معنا وزاة تطور العقيدة متاعه بشي بشي فهموني نجيل لتونس شنين العقيدة متاعنا موجودة في الدستور الدفاع عن حرمة الوطن واجب وقدس لعشكون لكل مواطن معناها راهو اذا كمش ندافع على البلاد نارو الشعب تونسي كل هذاك علاش عنا معناها جنود احتياط وعنا جيش محترف وعنا عبادت عادي في عام هكا ولا دكتورين تعنا وار وعنا التعينات فردية هذو ما بناو نحب ان نستفهمني خطر دقيقة الحكاية هما بناو يعني الجيش متاح معاقدتهم على حاجتين اه واحد اللي هي الردع مش معناها ردع معناها يعمل جيش قوي وقبة حديدية وجيش لا يقهر بيش حتى حد ما نجمي هاجمه من الدول اللي تحط به ولا اي اي حد ولا من داخل المقامة وإلا من الدول الجوار هذي مش معناها ردع ثم لما يكون هذه في حال الدفاع في حال توجوم العقيدة متاحهم هي الحرب الخاطفة وعملوها عام سبع ستين في ستة ايام دمروا اربع جيوش عربية واحتلوا الجولين وما زالها شبعة واحتلوا سيناب كلها يعني بيش تفهموا العملية ستة ايام معناها الحرب الخاطفة يعني الجيش يعني يعمل لك الصدمة وحط قوته الكل في وقت قياسي بيش يتكون فيدوا المبادرة وينتصر قاش عنده نهار توا قاش عمل خمسة واربعين ستة واربعين يوم لا لا فتنة قريب حبيت نقول قتال قتال يعني يعني حبيت نقول الاثنين طحوا يعني هذية جيش بيش يعاود كل شي مسفر بيش يعاود يكتب عقيدته وكي بيش يكتبها راي تطلب سنوات العملية لانه بيش يقيم بيش يشوف شو صار وعلى شخصر وكيفيش يعني بالتدقيق اذن راي اكبر خسارة لها الجيش هذية هو سقوط عقيدته ما عادش لا حرب خاطفة ولا ردع اليوم بعد مقاومة بأسلحة بسيطة يعني اليوم لم يحقق معها اي هدف عسكري بالعكس كانت له خسائر فادحة في العتاد والارواح وهذا ما سيقيمه وقال هكي شي نرى قلت لكم قال راهو ليش هما بدأ يتكلمه على نتنياهو قال راهو السبب في كيارة هذه كل هو اليمين المتطرف الي هو هاز الكيان الصهيوني للإظم حلال يعني حملوه تول الغرب مش نتكلم هنا ولا الغرب بدأ يحمل نتنياهو واليمين المتطرف يعني الحالة هذه وصل لها الكيان الصهيوني اللي ماشي للإظم حلال مرات نذكر الأرقام نجمو نحكيو بالنسبة للأرقام اللي تهم الموضوع الكل راي ما زلت ما زلت معناها الكل في حكم التقديرات ما نجموش نعطيهو حتى رقم نهائي احنا ما زلنا الكل في موضوع المؤشرات الاقتصاد الفلسطيني مؤشراته معناها عضويا مش موجودة ما ثميش معهد أحصاء ولهني فما يسؤال هل فما اقتصاد الضفة واقتصاد قطاع غزة ولا ليه؟ هو معني فما اقتصاد الضفة الغربية على روحه وارقام الاقتصاد بالنسبة مثلا القطاع غزة وحده صحيح ولا ليه؟ هو شوف بالنسبة للظفة وغزة يتشابه ويتشابه في نقطة أساسية أنهم يزوز نكسي للاقتصاد تعال كيان المحتل مثلا الضفة 70% من معاملاتها معا كيان المحتل العملة مثلا الضفة ما فيهاش نحسم التجارة الداخلية خارجية نحسم التجارة خارجية مثلا ما فماش حاجة نجمو نحكي مثلا أنا تدين من الدول تاخو كان ديدان ما يش دولة هي بش ندين أي معنا نحكي لك هي بيدها السلطة الفلسطينية في الضفة وغيره هي بيدها عندها بارتي حتى في الجباية عندها بارتي عندها وبرتي مايش عندها توقي بش نلمو مؤشرات على الوضعية غاديك الكل صحيبة باش معز بالنسبة للسفريك واتفاقية أصله دجا عطات اللي فما جزء من ميزانية والأدايات كما قلت سيادة كسيمورات تمشي للقطاع للقطاع أما تمشي ليش كون للسلطة الفلسطينية معناها محمود عباس معناها توا عندهم توا سنوات وخاصة تنميلي وقاع وليت تحت سيطرة حماس غزة الدعم ولا ما يمشي كان للسلطة معناها غزة قاعدة تعيش مغير حتى حتى جزء من الميزانية اللي قاعدة تتعطى بدون موارد معناها قاعدة تعيش على العناء الدولية مش ديمة أما عملوا نوع من الاقتصاد تسمية اقتصاد للتونيل تعال انفاق اقتصاد لانفاق تعالى اللي قاعدة تعالى لانفاق معناها معناها اما فما بربي حاجة نداي لهنا بالحق ولهنا العرب اللي خذوا الغزويين وخذوا وخذوا قدير الفلسطينية أنا بديت نسمع في بعض التصريحات اللي قلقتني الناس اللي مادة تسلاح اللي مادة تسلاح للكيانة الصيوني بشيقتلوا الأطفال وكل شي ويعملوا في التصريحات احنا مستعدين بش نقبلوا أطفال غزة بش ندويهم في اسبطارتنا فهمتني هاليبوكريزية هذية ميزمش نعطيوها مجال بش تقع تسويقها اما الى الأحمر التونسي ساهم اما طيق وبيدينا نسمع جوز فضل ساهم في انه قبل تقريبا 180 طالب فلسطيني موجودين في تونس بش يصرف علي معطاهم منحن 400 دينار شهريا بش ينجموا معطا يعيشوا لانه علاقتهم بعائلاتهم تقصت جراء الحرب حاجات لازم اتقار ما تفعلن معك معناها ماذا بينا خاترش بو عليش حكيت على الموضوع دي خاترش بد على اعادة اعمار غزة ماذا بينا اعادة اغمار غزة تكون من مبادر عربية مية في المية اذا خذلوا هما الشعب الفلسطيني في القضية في الحادثة اللي صارت هذية منخليوش الناس اللي عطاها تسلاح بو بليش بشيقة الوصغرنا هما اللي شاركوا خاتر بدينا نشوفه في التصريحات من الويكينت التنمية الدولية الامريكية بدينا نسمع في تصريحات من فرنسا بدينا نسمع من التصريحات اللي تقول الكيان عنده الحق في الدفاع عن نفس ولا يحبه يخدمه على الدعم وعلى بش نعطيه ميزانين النرواء وكل شي هاللي بكريزية يزيزم نحطولها حد هدنة وليه الهدنة خليتنا زد نشوفه في التلفز اثار الدمار من فوقك باللوب معناه نشوفه في راهو اللي صار اللي صار انا بيت معناه تقويني التحقيقات طعام محكمة الجنايات الدولية وينه المدعي العام اللي ما نجمش يدخل خلطت الرفح وما تخلش اين انت يا خان كريم خان اسمه هو يظهور لي اصوله باكستانية ويظهور لي اصوله اسلامية كيف انك لا ترى الصور والبشاعة الصور والدمار اللي نخزروله في التلفز راهي التصويرها معناه تصويرها قوية تصويرها كبيرة تصويرها تعيت يا بابا يامي انقذوني وينه التحقيقات وينه نسمع في محكمة جنايات الدولية راهي كل بشر كل مواطن فلقهاوي فين تحبنتي ناس كل تحكي على حاجة اسمها ايبادة جماعية ناس كل تحكي على حاجة اسمها الجرائم ضد الانسانية الناس كل تحكي على جرائم ضد جرائم حرب واتقفنا فيهم ولينا الكل نعرفه القانون الدولي الانساني شتحدف والناس كل تعايت بقى على صوتها اللي المدعي العام محكمة جنايات دولية اللي هو معناها ما تكلم وجاء وعمل مؤتمر صحفي معانت من رفح وقتا نذكر في مصر معانت في معبر رفح والله يكلم متاعه وانا واحد من الناس بداية معانا يتكلم قلت والله العظيم هذا بش يتكلم كلام ربما سيطلجوا صدورنا لانه قربوا جاء وتنقل وبش يقول علق ليلا رأوا اللي شفته ما يجيش بداية يحكي من لول على قال انا لم يرق لي ما حصل من مناوشات تحصها عركة في الملسين مع كامل احترام من تلك المنطقة وانا متقلك واقلق مع كامل احترام من المنطقة والملسين تعملنا مشكلة لا لا اصحابي واحبابي معتها وانا تنسل كل رايباية ورايضة والبلايس لكلها معناها قلنا فبالنسبة لي هو ما تلفظ به وخلينا ديما نعاودوا ونقولوها ومناش تعبين راهو اليوم انكشف الغطاء على المنظمات الدولية عوالى الدول المطبعة وانكشف القناة على كل حد يتشدقو بحقوق الانسان ويعلم فينا في حقوق الانسان وهو بش نتعصف نعمل للخضران تعيين واليوم تحية مني الى السلطات التونسية اللي هيش عملت جيت نهار 22 نوفمبر 2023 فم تلاثة من الشرطة الفرنسية شرطة الحدود جيوا جيبوا واحد معانتها مرحل من فرنسا هو مرحل يمثل خطورة ما جيوا معها تلاثة بوليسية عنده جرائم بدولي انت عنف وتوجه ارهابي فالسلطات التونسية سويت لانه فم محامية كانت موجودة في مطار مارسي شايفت كيفاش يعاملوا فيه في معاملة مش انسانية صورت وثقت وبعثت هذيك للسلطات التونسية بعثته من غادي العنف اللي صار بعثته لهم في فيديو فالسلطات التونسية لم تراعي لها حتى شيء راعت كان حقك التونسي اللي صار له ما صار ووقفت وش عاملت وتم ايقاف هالثلاثة شرطيين هذوما والتحقيق معهم وحتى ما صار صحيح روحوا لكنهم تم ايقافهم ستة سوية والتحقيق معهم لمدة ستة ساعات والكلام هذا راهو تعرفيني خذيتوا هنا المصدر متاعي جريدة لباريزيان متاع 24 نوفمبر 2023 لباريزيان جريدة كبيرة يسر في فرنسا الناس كل تعرفها خذيت زيادة التصريحات من عند سنديكا بوليسير اس جي بي اس او متاع فرنسا اللي هم اعطاوهم التصريحات ما سمعت هاش وهنا اليوم الاعلام التونسي وضعيات كما هذي علش دي منلوجه على الخايب وقت الراه وضعية كما هذي انا حبيت اليوم نحكي عليها ونقول له المواطن التونسي عنده قدر عنده قدر هي صارت ملوفاندكات معز واليوم نحنا شو قديش من نهار من نهار الاربعة لليوم من نهار مش لاربعة من نهار الاثنين اليوم ارا وجمع فهمني اليوم الناس الفرانسيس اللي يتشدقوا بحقوق الانسان والديمقراطية هانا شوفناهم في غزة وهنا شوفناهم كيفاش يتعاملوا مع مواطن اللي هو معناه تلاذة بوليسية عنف وكذا واليوم اللي صار اليوم انا نحبه يصير ديما بش يكون كل تونسي كما اي مواطن امريكي كما اي مواطن فرنساوي كما اي مواطن انجليزي الدولة تحميه وين كان موجود وين كان وتصخر له محامين وتقف معاه وتعمل له معناه كل الاجراءات اللازمة بش سيته يخرج ويروح احنا نحبه زادة تونسي لقاروحوا في قدره اليوم بادرة كما هذية نحكى عليه ونعاودها نحبه تتواصف نحبه تكون موجودة ديما واليوم تحييت الى السلطات التونسية مرة اخرى لانا مكبر في عينها حتى حد وحققت معها الشرطة الثلاثة وروحوا بعد بنها في ذا القوانين الجائرة اللي قاعد يتتوى يحطوا في فرنسا خاصة انا في ما يخص التعامل ولا حتى مش تتكلم ولا تعمل بوست على القضية في غزة اللي تنجم تقى يروحكم سفر مرحل على خاطر مشيت ولا معناه الكيان الفلسطينيين ولا والندت بالكيان المحتل تنجم تتسفر ماذا بي يا زادة كيف كيف دولتنا تتواصل مع السلطات الفرنسية وتطلب استفسارات وطريقة تطبيق القانون هذي باش ميكون استعسوا في عجالين تاني ذكرت مرة قتلي سألتني قتلي شنية قتلك راية تونس تبني في سيادة هذي احدى احدى مظاهر شي نعمل فيه هذي ما كانش ممكن يسير رو قبل مستحيل انا كتجي اليوم تونس قاعدة بالحق تبني في سيادة وتاخذي مكانها تحت الشمس كما دولة معاناها ذات سيادة محترمة وما تعسفش عليها انا نتصور هذا سيد دولان كونتينويته ريت موقف تونس سيادة ريت هذي انا نجي شرطي فرنسي يجياني في طيالة وتعسف حتى ولا وسيدة داية ما عندكش حق تعمل معكاكا يعني